السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم إن شاء الله سنشارك معكم ثلاثة ديال الوصفات اللي ممكن توجدهم إما تدّيهم معكم الأعمال أو توجدهم الوليدات تدّيهم معهم أو كذلك بالنسبة للنزاهات الجوي بدكي يزيل سنشوفوا إن شاء الله واحد البريوش اللي على شكل كواسان سنشوفوا طارت ديال دفاح بدقيق الحنطة يعني بلسان وغلوتين سنشوفوا كذلك حرشة ديال الطون اللي كجي لديدة وكجي مالحة ممكن كذلك تديروها حلوة رفيت شاركتها معاكم حلوة هذه ديال الطون كتجيب حل ساندويش كتجيب بلينة بثاف وبسم الله على بركة الله نبدأوا بالوصفة الأولى سنبدأوا بالطارت ديال تفاحي الأولى هذا هو دقيق ديال الحنطة يعني فارين دو ساغازان سميتها هذه كومبلت يعني بكل شي لها يعني كتجيك حلاء اللون ديالها كحل دك شاش كي يسميه الساغازان واح لبلي نواح كي يقولوا ليه سافي هنا عندي وحد 300 جرام ديال دقيق مع كاس ديال زايد السيتوم كي تديري غير نصف كاس يعني مش ضروري كاس و تديري كاس ديال الخميرة البلدية اللي تكون جديدة يعني مفعلة يالله فعلتيها مثلا الصباح سافي وغدا نتحنه وانا غير خلطته نخلطه انا خلطته في فيتس خمسة وزة الملحة ممكن تديري غير بيديك يعني ترملي الرمل وراء معروفة طريقة يعني العجينة ديال التخت درت بيضة مليحة ودرت هنا يا غير تقريبا نربع كاس ديال الماء يعني الماء تقدري ما تحتاجيش يعني لكانت البيضة ديال كبيرة تقدري ما تحتاجيش يعني خاص العجينة ما تكونش مطلوقة بزاف لانها راكم عارفين الساغازة ما فيش بلوتين لان كي بقيت تلصق طفي هنا كان دهنوا بالزيت باش كدينة سهلة وهذه العجينة هذي تديري بها المالح والحلو يعني يالله انا كنت يالله دير اهليهم البارح مالح فادرت هاليوم اليوم حلو حلوة هو بالنسبة لدقيق الساغازة اللي ملف بي راها المدق دياله مجهد تراكي الناس اللي ما كيعجبهمش ولكن الناس اللي يبغوا ياخذوا حويجات هكا بدون غلوتي نرى كي يستخدموه هنا عندي تفاح انا عندي واحدة ربعة تفاحات كبارين اقشرتهم قلت ليهم تقريبا شوفوا راشي مع القونص هكا هاد السكر الكامل انا وريتكوا بالنوعية اللي كانستعمل حاليا كل مرة كان بدل صراحة مهم غير ما تشريوه السكر غير كغامادي زي يعني تشريوه السكر يعني السكر ديال بالصح اوزت هنا واحد شوية القرفة صافي ونخلط مزيان ونبدأ نتبتهم على ديك العجينة لستقوم بعد ما تكونوا تكيتوها بالفخشة طبيعي بالفخشة طبيعي سوف يسخن درجة الحرارة 180 او 200 يعني لحسب الفران ممكن نخليوها ترتاح ما زال واحد الساعة مثلا مرة اللولة في شكت عجنو ممكن تخليوها واحد الساعة او الحنطة السوداء ضغية ضغية كي خمر بسرعة يعني اصلا فشكتزيدوه في الخميرة البلدية ولكن تزيدوه في العجينة ستلاحظوا بان نبضي سرعة كي يخمر بحالو بحال انواع اخرى ديال الدقيق صافي هنا انا غنجمع لها الطبخة هو فيه العمود اراكم عرفتو هنا هنا العمود دبك يديرو للتخت يديروهم عشوائيين هكا يعني الانسيان كي سميهم إلا بغيتو انا فكرت باش نغيروا واحد شوية فكرت باش نشارك معكم هكا شي حويش تندانس كيف كي يقولوا ديال الطبخ النيت و نديروهم لكم بطريقة صحية بالنسبة للتخت ملك الطيب تقريبا 20 دقيقة و 30 دقيقة على حسب الفرن ديالكم كتجي لعجينة رقيقة و مقرم شورطبة في نفس الوقت انتم كيفاش كتجي و كتجي محمرة و زوينة بالنسبة هو الساغذان كي يأتي مع تفح اللي ملف هاد دقيق و اللي يملف كي يأكله لانه كل اللي يجيه مجهد انا و الولادين ملفين به بسم الله على بركتي الله غدا نبدو دبي هاد البريوش اللي علش كلك خاصه غدا ندير هنا 50 جرام هاد العجينة رفيته شاركتها معاكم غل التذكير بالنسبة لي الله هل تحقوا بالقناة عندي هنا 50 جرام الزبدة انا كندير الزبدة حيوانية ايمن انا مغقاعين عموني شاريتها يعني احتم من قبل فش ما كنش كان احتم بالصحي لان دائم انك تقلب على الجودة في المكونات بالنسبة الخميرة البلدية كنت عارفة رتي غنوجد به وصفة تفعلتها من قبل يعني رها جديدة مفعلة تديرها في الوصفة تخمر هنا تخمسات المعالق الخميرة البلدية مع الزبدة وانا هاد المرة سنحلي غرب العسل ممكن تدير التمر الى بغيتي التمر سيأتي في الوصفة يزيد رطبهم ممكن تديري فيهم اما العسل اما التمر هنا سندير واحد الياغورت ممكن ما تستغني عليه ليس ضرورة في الوصفة وبالنسبة للعسل تقريب ان نضرش خمسات المعالق هكذا كان عسل الليمون ونزيد هنا جوج بيضات وننسمتها بالفاني وبالنسبة للطقيق عندي هنا 600 جرام ديالطقيق ودبا غدا نعجنها يعني عجنتها العجينة ستكون شوية مرخوفة ولكن ليس مشي مشكلة نخليها ترتاح من بعد غدا نبغي نطلقها ان شاء الله تطلق العجينة غدا ندهن بزيت الزيتون طافي غدا نخليها ضرورية تخمر الخمرة اللولة ومن بعد غدا ننصرح العجينة نقسمها على زوج طافي هنا كي بقدت لكم خليتها خمرات ونشي نجد بعدها لها فخص لكي نعمرها عندي تقريبا 200 جرام ديال اللوز مع معلقة الكاكاو لكي تعطي اللون ولكن لا تكتروا الكاكاو لكي لا يتحرق لكم فقط للمداق فقط وهنا سنزيد واحد جوج معلقة من السكر الكامل كيف قلت لكم راتهنة تقدروا تزيدوا التمر إلا ما بغيتوش تديروا السكر ممكن طحنوه مع اللوز وزدت هنا شوية القرفة اللي اختيارية ونطحن كل شي مع بعضه ولكن راها ممكن تطحني كل حاجة بوحدها مش ضروري على حتى لحسب الروبوك اللي ما يقبل لكش ثافي هنا راني قطعت العجينة على زوج وبديت مبعد ما خمرتها الخمرة اللولى ونطحن نخلق يعني انا غير حاولت ارتب لكم الفيديو مزيان و لكن ولكن راها كل حاجة اختمتها بوحدها بالنسبة للزبدة الزيت هنية 50 قرام لكي تزيدها مع هذه الحشوة ستجي لكم هاد البريوش هادي رطبار رطبار بزيف 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 رح ممكن تستغني الى الزبدة وتديري في العجينة غير زيت الزيتون ولا زيت الكوك وهنات هني تزيد يديري زيت الكوك يعني لحسب الظروف دي الكل واحد غير هي يرى أبن حاجة يعني استرحة ألد حاجة هي هادي دي الزبدة هادي الزبدة هادي الزبدة والكرة الآخرين بالنسبة اللي يملف هادي دهنتهم بعد الكريمة هادي و هادي قطعتهم كيف ما كتشوفك مموضح في الفيديو و كنقلوا يوم هكا و ضروري هنا ما غدا نخليهم يخمروا مرة تانية من بعد ما كيخمروا كندهنهم انا هني فاش غدا ندهنهم خديت غير بيدخل لطها كاملة و بغيتي تديري غير صفر دي البيض ممكن تديري مع واحد شوية دي الحليب و كدت تدهني بهم تديري شوية عصيرة دي الحاموض و للخل باش مت تزول دي الزبدة و كندهنهم و ندخلهم يطيبوا على درجة الحرارة بطبيعة الحال من تحتهم و الفوق حتى يتحمروا و كنخرجوهم ممكن الفران ديال كيلة كان تقيل ممكن نديري كتر من مئتين غاية كتر تديري البال باش انا كان بغيوم يطيبوا من الداخل و طيبوا على براء و يجوا محمرين حتى يتحمروا حتى يتحمروا يتحمروا كل واحد يعرف فران دياله و كيف يجد يحاول التعامل معه بالنسبة للحوشو بالنسبة للحرشات سوف نديرهم هنا بالدقيقة بسميدة البلدية يعني اللي كان ندير بها الكسكسو هذا طحناه نرقيق و تقريبا زوج الكيسان السميدة و سنزيد لها نتس كاس زيت الزيتون كل حبيبات السميدة و مهم هاد الحرشة جت سحال هاد ما قدرتها بالطون جت سب بنينة بثاف عجبتهم قالوا لي كان عكتيري كتر بعد نتنعود نديرها ان شاء الله مهم قدرت فيها الطون كتر طون زيتون و الزعتر كتجي بنينة 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 و البصلة الخطرية هال ثلاثة كي نبدلوه من هادك دائما الفرماج و الزيتون او الزيتون الشريحة لفيتا شاركتها معاكم درت شوية ديال الحار هذا يبقى اختياري و درتك البصلة الخطرية إلا ما كتعجبكم هال البصلة الخطرية ديروا واحد العسيرة ديال الحامض و معدك الطون باش ميجيكم مش مجهد صافي و كنحرك مزيان و ممكن كذلك تاخذ هنا درت واحد كاز ديال الخميلة البلدية ممكن كذلك تاخذ الطون و الزيتون الاسود و البصلة الخطرية و تقشيهم هكا يعني تولي ورقاقين و تزدي عليهم هكا شوية ديال شوية ديال الفخماج اللي كنت شاركت معاكم و تعمري بيهم لابتي تعمري بيهم الحرشات انا درتهم خلطين و شمارات نعمر بيهم كذلك بالنسبة لما كاس واحد فاني انا كاس واحد لان انا كنت نسيت الملحة مرة انا خصني نديرها مع الماء و لان نديرها في الأول باش ما نبقاش نعجن في ذلك العجينة صافي و كنخلي واكا تشرب مزيان هاد سميدة البلدية ستقدر تشرب و تحتاجوا تزيدها الماء ستخليوها تشرب و تبدا و يعني تخليوها تخمرة واحد شوية يلا من بعد الخمر يعني فش خمرات لكم بانها شربت الماء كامل ممكن ترشي تزدي شوية ديال الماء صافي ها كيفاش كي يجيو مهم هاد الحريشت هادو غراه لده منهم غزالين بزاف اتمنى ان شاء الله تجربوهم تردو علي الخبار يعني غير كتجيب الزرع و كتغسليه و تنقيه و تضيع عن طحونا ستقولي لي يدر لي السميدة ديال اللي ندير بها الحش حرشة كسكسو الى اخير اللي يبغي السميدة رقيقة و الا كتقولي لي يدر لك جوجي ذلك الرقيقة و الغليضة هادي رصفتات الياختي الله يعطيها الخير الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله